اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيهم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي يوما بعد آخر تتضح صورة ما حصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن تتضح الكذبة الكبيرة التي قالوا أنهم جاءوا من أجلها قالوا من أجل تحرير العراق لا نعرف من ماذا قالوا من أجل ازدهار العراق من أجل بحبوحة اقتصادية من أجل رفاهية العراقين من أجل سعادهم سعادتهم وبالتالي العراق من حزن إلى حزن وتحول العراق من شماله إلى جنوبه من غربه إلى شرقه إلى مقفرة كبيرة وأهل العراق يعني ليس لهم سوى النواح ويعني طوابير المقتولين والمفقودين هذا حال العراق الحقيقة لا يمضي يوم إلا وكارثة كبيرة تحل عليهم إلا ويواجهون كارثة كبيرة عموماً يعني طوال هذه السنوات كانت كلها في المعيشة ترتفع على العراقيين كانت نسب الفقر تزداد وصلنا للحال اللي ثلاث يعني ثلاثي العراق ثلاثي أهل العراق هم من الفقراء هذا واقع الحال يعني والأرقام الرسمية تعترف بذلك يعني رغم أنه أرقام وزارة التخصير تقول أنه 36% فقط من العراقين هم من الفقراء و36% طبعاً رقم كبير جداً لكن مع ذلك يعني هذا الرقم غير صحيح الرقم أكبر من ذلك ويعني ثلثي أهل العراق هم في حالة فقر وأكثر من 12 مليون عراقي هم تحت قط الفقر في حالة يرثى لها يعني لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم اليومي التكاليف المعيشة ترتفع يوماً بعد آخر وإذا بقرار يصدر تخفيض الدينار مقابل الدولار البضاع كلها ارتفعت تضخم الزاد قدرة الشرائية قلت جداً غير قادرين على توفير كل شيء المواطن يحتاج إلى سكن يحتاج إلى دواء يحتاج إلى ملابس يحتاج إلى مصاريف مدارس يحتاج إلى مصاريف نقل إلى أكل إلى شرب إلى كل كل هذه يحتاجها وكل مواردة لا تكفي لتأمين ربع هذه الحاجات وربما عشرة بالمئة من هذه الحاجات وعند البعض لا تؤمن واحد بالمئة من هذه الحاجات الحقيقة مع الدخل الضعيفة جداً لا تتناسب مع وضع العراق المالي مع وضع الأسعار مع ارتفاع الأسعار مع التضخم لا تتناسب ولا تتناسب مع واردات العراق الكبيرة الحقيقة الفقر يزداد الآن نسبة الفقر مثل ما تحدثنا كبيرة وكلما زادت نسبة الفقر زادت نسبة العاطلين العمل كلما زادت نسبة العاطلين العمل زاد الفقر أيضاً ونسبة العاطلين العمل كبيرة جداً جداً الآن حسابات بسيطة الكثير من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تحسب حسابات المواطن العادي تقول أن العائلة العراقية والعائلة العراقية الكبيرة العائلة العراقية المتوسطة التي فيها ست أشخاص يعني أب وأمه وزائدا أولاد أو بنات أربعة وإذا كانوا بلا سكن يعني لا يملكون بيتا خاصا بهم ملكهم هذول يحتاجون ما لا يقل عن مليون ونص دينار شهرية بما يعادل يعني حوالي ألف دولار يحتاجون لكي يعيشوا عيشة بسيطة جدا تلبي أبسط الحاجات تلبي حاجاتهم المدرسية ودراستهم تلبي الدواء التنقل الأكل بأبسط الحاجات من البسء من البسيط هذه كلها ربما تلبيها أو لا تلبيه بخطة اقتصادية مقننة يستطيعون أن يعبروا بهذا الشهر أما لأنه يحتاجون أيضا إلى سكن أقل سكن الآن يعني أقل سكن يدفعون إلى ما لا يقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار يعني كيف ممكن بالمبلغ الباقي يكمل الشهر لذلك نقول خطط مقننة جدا حتى يكملوا الشهر أما العوائل التي يعني ستة أشخاص ولديهم بيت سكن يملك لا يدفعون إيجارة ولا يدفعون يعني يحتاجون بحدود السبعمائة وخمسين ألف دينار لنحو خمسمائة دولار على الأقل لمعيشتهم هذه غير متوفرة في العراق لذلك أغلبية العراقين يشتغلون شغلتين ثلاث مهن ربما يشتغل سائق تكسي وموظف الصبح ويشتغل العصر معارشين حتى يكمل ويستطيع أن يلبي حاجة أسرته وإذا به إنسان آلي يتحول لا يعرف أين يتجه هذا هو حال العراق أكثر من ستين بالمئة من العراقيين الآن يعني لا يملكون سكن ستين بالمئة من العراقيين لا يملكون بيوت سكن خاصة بهم لذلك هم يسكنون في بيوت للإيجار فبالتالي يحتاجون كل هذه المبالغ يحتاجونها غير متوفرة إذن وضع الاقتصادي غلاء المعيشة ارتفاع كلفة المعيشة عالي جدا على العراقيين لا يستطيعون هذا البلد اللي كان يضرب بالمثل بأن كل شيء بسيط وأهله نعم أهله كراماء وأهله طيبين وأهله تروح لهم وما عندهم شيء يعطوك كل اللي بيتهم لكن واقع الحال هم في ظنك في عوز لذلك كثير من عدهم يعني وتحدثنا عن هذا كثير أكثر من عشر ملايين عراقي ربما يعتاشون على المزابل لكي يحصلوا أكلهم يحصلوا عيشتهم يحصلوا يعني قدرة تستطيع أن تسندهم للبقاء أحياء هذا واقع العراق فبالتالي هذه كذبة الرفاهية وكذبة الحرية وكذبة الازدهار والتطور واستثمار أموال العراق لصالح العراقيين كذبة كبيرة وإذا بالفساد ينقر العراق كله ويسلب العراقيين كل ما صنعوه والأسعار ترتفع ولا يستطيع المواطن أن يدفع شيئا الآن كثير منهم من المرضى لا يذهبون إلى الوقضاء والمستشفيات الحكومية لا تعالج لأنها منخورة ولا تستطيع أن تقدم شيئا لذلك عليه من يذهب إلى العيادات الخاصة العيادات الخاصة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ولذلك الكثير من المرضى لا يذهبون للعلاج ويتعرضون إلى نكسات صحية كبيرة وتؤدي ببعض منهم الكثير منهم إلى الموت لأنه الدواء غالي علاج غالي كل وسائل البقاء على قيد الحياة غالية وتحتاج إلى أموال وهو لا يملك المواطن لذلك ارتفعت نسبة الجريمة نسبة السرقة نسبة التهديد والابتزاز في المجتمع هذا واقع الحال هذه كل الأمور تؤدي وتدفع بخراب المجتمع وهم يتحدثون عن يعني الآن سعر برميل النفط الآن تجاوزت تسعين دولار لكن مع ذلك العراق من سيء إلى أسوأ والعراقيين وأهل العراق من حال سيء إلى أسوأ من فقر إلى فقر خارطة الفقر تتوسع وخارطة البطالة تتوسع وكلفة الحياة تزداد كلفة المعيشة تزداد لذلك الكثير من العوائل يعني منعوا أولادهم من الذهاب إلى المدرس لا يستطيعون توفير ما تحتاجه هذه المدارس من كتب وملابس ووسائل نقل ومبالغ للنقل ودروس خصوصي لا يستطيعون فبالتالي تسربوا من المدارس وذهبوا إلى الشوارع إلى العمل زاد أعداد الذين الأطفال والفتيان الذين يعملون خارج القانون إذا كان هناك قانون في العراق لكننا نتحدث عن قانون دول اللي لا يسمح للأطفال ولا للفتيان أن يعملوا هم يعملون الآن أكثر من مليون طفل وفتاة يعملون في يعني أشغال خطرة ربما في أماكن خطرة لكن هكذا عدا أن هناك أكثر من مليون طفل هم من أطفال الشوارع يعتاشون على التسول يعتاشون على الجرائم يعتاشون على كل شيء معرضين لكل شيء هذا جزء من ارتفاع كلفة المعيشة في العراق جزء من أسباب عدم قدرة المواطن على توفير حياته البسيطة وتأمين لقمة العيشة وبالتالي تظهر يظهر عوار هذا الوضع الذي صنع مع احتلال العراق عام 2003 حد الآن صنع مع هذه الأعزاب التي كذبت وتكذب على المواطن العراقي وتعتبر نفسها عراقية وهي ليست عراقية وهي من عممة الفساد وعممة الخراب وعممة طائفية وجعلت العراق يذهب إلى الهاوية مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم